السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة يا رب النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض كاب كيك هنعملوا النهاردة بطريقة سهلة جدا ببيضة واحدة بس هنعملوا مكوناته سهلة وبسيطة واقتصادية وكمان الاطفال بيحبوه جدا بدقوا حاجة مسلية كده في اديهم حب يأكلوها كده على طول سهلة وبسيطة يلا بينا نصلى على النبي عليه افضل صلاته والسلام ما تنسيش تدعميني دايما في البتج بتاع الفيسبوك يلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف مع بعض الوصف بتاعتنا اول حاجة معانا بضاية بدرجة حرارة المطبخ بضاية واحدة بس تمام هروح اجيه حطها في الخلاط النهاردة الشغر بتاعي كله يقف الخلاط بعد كده هحط عليها كيس فليليا وعندك بقى فليليا سيلة تمام هتحطي ربع معلقة صغيرة انا هنا حطيت كيس فليليا وبعد كده هضيف عليها معلقة خل واحدة بس والمعلقة الكبيرة وهضرب بقى كل الكلام ده كده مع بعضه هضربهم كويس جدا كده في الخلاط زي ما انت شايفه تمام كده بعد كده بقى هنضيف عليهم كباية لبن دافية دافية مش سخنة تمام وهنضيف عليهم كمان نصف كباية السكر انا بعير بكباية واحدة زي ما انت شايفه نصف كباية الزيت ممكن تخليها سمنة على زيت ممكن تخليها زبدة بس زي ما انت حابة انا فضلت الزيت بحس هو طعمها حلو في الزيت زي ما انت عايزة تعملي هنا بقى معينا علبة الزباية صغيرة هاخد نصفها بس يعني معلقة كبيرة كده زي ما انت شايفيه على شكل هرم كده كبيرة وروح جاية بقى هاضرة بكل الكلام ده كده مع بعضه كده مكونات السيلة بتاعتنا جاهزة معانا خلاص بالشكل الجميل ده زي ما انت شايفها نبدأ بقى نجهز مكونات الجافة بتاعتنا معانا اول حاجة كوباية ديه بنفس الكوباية اللي انا عايرتي بيها اللبن والزيت والسكر هي اللي انا هعاير بيها دقيق معانا كوباية ديه ودي ايه يكون منخول وبعد كده معانا رشة ملح زي ما انت شايفيها حاجة بسطة جدا وهنا معانا تلات معالي انشة بالمعلقة كبيرة ومعلقة كبيرة بك مبودر انا كنت مستخدمة كيكشيف تمام كده اهو قدي المكونات بتاعتنا سهلة وبسيطة جدا هروح جاية بمقلب كل الكلام الجامل ده كده مع بعضه تمام وبعد كده بقى هروح جاية هبدأ بقى ايه احط الدي ايه واحدة واحدة كده زي ما انت شايفة وانا بقلب لغاية الدي ايه لما يختفي تماما هروح جاية حتى بقية المكونات اهو زي ما انت شايفة كده عشان ما يبقاش الدي ايه معايا مخرز كده جوه المكونات بتاعتنا او مكالكة او اي حاجة فهحط شوية بشوية وهبدأ اضرب كده في اتجاه واحد تمام في اتجاه واحد زي ما قلتلك حلوة او كده كده السمك بتاعنا ولا هو تقيل ولا خفيف يبقى مظبوط كده معنا في الوسط تمام كده هنجيب بقى الاولد بتاعتنا بقى بتاعت الكوب كيك وراح جاية حطة فيها الورق ده كده زي ما انت شايفة بيتباع برضو عندي بتاعة مسلزمات الايه اللي هو بتاع الاطباء والبلاستيك والكبيات والحاجات دي بقى موجودة عندها والكياس والكلام ده هنا بقى حطيت العجينة عندي في كيس عشان خاطر بقى ايه اعرف احطي كده براحة وكمان مبهدلش الدنيا كده معي ان الصاج لو جي عليه عاجين وطبعا وانت يشمسحتي كويس قبل ما يخش الفرن هيبوز منك ويتحرق والكلام ده كله فانا فضلت احطي في كيس كده احسن عشان ايه فيش حاجة طعم مني على الصاج ولا اي حاجة خالص زي الفرن اللي هو زي ما انت شايفة اول ما تخلصيها كده على طول طبعا انا كنت مشغلة الفرن لسه مشغلت الوقت يعني مش من بدري على درجة حرامية وتمانين ومشغلة المروحة ومن تحت بس الشعلة بتاعتي اللي تحت بس هي اللي مشغلها هدخلها الفرن بقى قعدت معي اقل من ربع ساعة يعني قعدت معي عشر دقيق بس عشر دقيق بس عشر دقيق وقت جاي مطلعاها اختبرتها كده بالخلة كده او بعصيت الشيش لقيتها باسم الله ما شاء الله زي ما انت شايفة كده لونها جميل وشكلها طحفة وطرية جدا جدا زي ما انت شايفها كده بدأت بقى شيل الورق من عليها ممكن تسيبها بالورقة كده زي ما هي ووقتي ما ييجي ياكلوا منها تحجي هي شايل الورقة منها او عايزة تفات شيل الورق كده على طول تمام زي ما انت حابة تمام انا شلت الورق كله كده منه وروح تجاي رسام طعم في الصينية معي بالشكل الجميل ده بصي ما شاء الله على طرية جدا جدا ممكن طعم تحشيها اي حاجة انت عايزها عايزة تحشي وهي عجينة طبعا يارب لوصل تحت الكون عاجبتكم ما تنسونوش باللايك والاشتراك والسلام عليكم